شهداء وجرحة في قصف للاحتلال الإسرائي المتواصل على قطاع غزة لليوم التاسع وشر العشرين بعد ثلاثمائة من العدوان الجيش الإسرائيلي ينسحب من تون كرم ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت 48 ساعة خلفت أربعة شهداء ويواصل حصار جنين سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات بجنوب لبنان العاشرة في القاهرة موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة قناة النيل للأخبار أهلا بكم البداية بعد الفاصل يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم التاسع والعشرين بعد ثلاثمائة على التوالي مخلفا شهداء وجرحة حيث استشهد سلسلة فلسطينيين بينهم طفل ووصيب آخرين في قصف لقوة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة كما استهدف قصفا إسرائيليا منطقة سكنية قرب مفترق الهوجة ببخيم الجبالية شمال القطاع وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والجنوبية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه ستكون هناك فترة توقف محدودة في القتال في قطاع غزة بدءا من الأحد المقبل للسماح بتطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد مرض شلل الأطفال ستبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على جولتين في الأول من سبتمبر في قطاع غزة وفي كل جولة من الحملة ستوفر وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف والأنروا وشركاء قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني إلى أكثر من ستمائة وأربعين ألف طفل تحت سن العاشرة واستجابة لهذا الالتزام بوقفات إنسانية محددة في مناطق معينة تم الاتفاق على تنفيذ الحملة على مراحل على مدى ثلاثة أيام لذا نبدأ في الأول من سبتمبر ونبدأ في وسط غزة لمدة ثلاثة أيام يليها جنوب غزة ثم شمال غزة أعتقد نهبي طريقة للمضي قدما لن أقول إن هذه هي الطريقة المثالية للتحرك إلى الأمام لكنها طريقة عملية للمضي قدما إن عدم القيام بأي شيء سيكون سيئا حقا يتعين علينا وقف انتقال هذا المرض في غزة وعلينا تجنب انتقاله إلى خارج القطاع أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة كما اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين شرق المدينة في الوقت نفسه يواصل جيش الاحتلال لعدوانه على مدينة جينين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي كان جيش الاحتلال قد انصحب من مدينة طول كرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 48 ساعة خلفت أربعة شهداء فلسطينيين وعددا من الإصابات وأضرارا في البنية التحتية كما انصحب جيش الاحتلال من مخيم الفارعة بعد عملية عسكرية استمرت 30 ساعة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا أمس لبحث الأزمة المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب المملكة المتحدة يأتي الاجتماع في ظل تصاعد العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية إلى جانب الهجوم على فريق برنامج الغزاء العالمي في غزة مما دفع البرنامج إلى تعليق عملياته هناك حتى إشعار آخر في اجتماع طارئ في نيويورك بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأزمة المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب بريطاني يأتي الاجتماع في ظل تصاعد العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب الهجوم على فريق برنامج الغداء العالمي في غزة ما دفع البرنامج إلى تعليق عملياته هناك حتى إشعار آخر وذكرت القائمة بأعمال قسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن العاملين في المجال الإنساني يعملون بلا كلل لوقف انتشار مرض شلل الأطفال في غزة وتستعد الأمم المتحدة لتطعيم ما يقدر بنحو ستمائة وأربعين ألف طفل في القطاع وعبر نائب مندوب بريطانيا الدائم عن قلقه لتفشي شلل الأطفال مرحبا باتفاق إسرائيل على تعليق العمليات العسكرية كي تتمكن منظمة الصحة العالمية والوكالات الصحية الشريكة من تنفيذ حملة آمنة وفعالة بدوره تعهد نائب المندوب الأمريكي الدائم بدعم وفده الكامل لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها الأمم المتحدة والتي يجب تنفيذها في قطاع غزة دون أي تأخير ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن إصدار أوامر الإخلاء خلال هذه الحملة مضيفا أن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية أخطائها وتضمن أن لا تطلق قواتها النار على موظف الأمم المتحدة مرة أخرى مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة حث إسرائيل أيضا على تنفيذ نظام فعال لفض الاشتباك من خلال فترات توقف إنسانية وضمان بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال كما دعا إلى اتخاذ يميع التدابير اللازمة في مواجهة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وأدان جميع الأعمال الاستفزازية في القدس والضفة معربا عن معارضة بلاده لأي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة وأشار نائب مندوب روسيا الدائم إلى أنه ثم تحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام ومفتوح موضحا أن المجتمع الدولي يجب أن يطالب إسرائيل بإنهاء الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل وحركة حماس وافقتا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة من أجل السماح بتطعيم الأطفال الفلسطينيين دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال تجددت غارة الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات بجنوب لبنان حيث شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على هذه البلدات تزامن ذلك مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي الإسرائيلي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية كان جيش الاحتلال قد أطلق طوال الليل وحتى صباح اليوم القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارج مدينة سورة اشتركوا في القناة وإلى ملف الانتخابات الأمريكية حيث أكدت مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية كاميلا هاريس أن التزامها بحق إسرائيل ودعم قدرتها على دفاع عن نفسها واضح للابس فيه ولن يتغير جاء ذلك في أول حوار تلفزيوني لها منذ نالة ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات وشملت أيضا نائبها تيم وولز قالت هاريس إن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا ويجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وآضافت أنها منتزمة بما يجب على الولايات المتحدة القيام به للبضي قدما نحوحا للدولتين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع خلال الليل كانت أوكرانيا أعلنت عن تحطم مقاتلة أمريكية الصنع من انطراز F-16 حصلت عليها مؤخرا أثناء التصدي لضربة جوية روسية مما أسفر عن مقتل طيارها وقالت هيات الأركان العامة الأوكرانية أن الطائرات F-16 تمكنت من إسقاط أربعة صواريخ كروز روسية خلال هذا الهجوم لكن لدى الاقتراب من الهدف التالي تم فقد الاتصال مع إحدى الطائرات وتضح لاحقا أن الطائرة تحطمت بما أسفر عن مقتل الطيار دون أن تحدد متى وقع هذا الحادث أو هوية الطيار في سياق متصل قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي فارال إن الدفاع الجويز أهمية وجودية بالنسبة لأوكرانيا ويجب دعمه عسكريا من جانب الاتحاد الأوروبي لكن الدفاع الجويز أهمية وجودية لأوكرانيا رسالة وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبة كانت واضحة تماما ومفادها أن دعمنا لأوكرانيا يحدث فارقا لكن التأخيرات مكلفة للغاية وقد كانت مكلفة للغاية بالأمس كانت مكلفة واليوم ستكون مكلفة وغدا كذلك يمكن الأوكرانيا أن تنجح في ساحة المعركة إذا فعلنا حقا كل ما يلزم في الوقت المحدد ومهما كان الأمر إذ يتم قياس التأخيرات بعدد الأرواح المفقودة مطالب أوكرانية متواصلة لرفع القيود الغربية على استخدام الأسلحة وتحذيرات روسية متصاعدة من إغراق كييف بأسلحة متقدمة وزير خارجية الأوكراني ديمتر كوليبة طالب الاتحاد الأوروبية بممارسة الضغط على الولايات المتحدة من أجل السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف تقع في عمق الأراضي الروسية وتفرض دول عديدة بينها الولايات المتحدة قيودا على استخدام الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا لأسيما الصواريخ البعيدة المدى بهدف تجنب تصعيد النزاع أو الإنجرار إلى مواجهة مباشرة بين حلف النيتو وروسيا وتبرر أوكرانيا حاجتها لرفع هذه القيود من أجل ضرب أهداف عسكرية تصفوها بالمشروعة في عمق الأراضي الروسية مثل القواعد الجوية التي تقلع منها طائرات لقصف أوكرانيا ووفقت واشنطن على رفع هذه القيود جزئيا فقط بهدف السماح لكييف بالدفاع عن نفسها ضد ضربات تشن من الأراضي الروسية القريبة من الحدود وقت المواجهة مثل الوضع في خاركيف في المقابل حذر وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية تام إغراق أوكرانيا بأسلحة متقدمة وشيرا إلى أنه يأخذ مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف على محمل الجد متهما إياه بسعي إلى تصعيد الحربي في أوكرانيا نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران أي علاقة له باعتقال رجل الأعمال الروسي الفرنسي بافردورافا مؤسس منصة تيليجرام سأكون دقيقا وواضحا للغاية لأنني قرأت الكثير من المعلومات الكاذبة فرنسا بلد يحمي حرية التعبير ويقدر الابتكار ورقال الأعمال لكننا أيضا بلد يوجد فيه فصل بين السلطات وبه لوائح وتتوفر فيه سيارة القانون التي يشرف عليها قضاة مستقلون وهذا شيء جيد أما بالنسبة لي فلم أكن على علم مطلقا بوصول السيد دوروف إلى فرنسا وهذا أمر طبيعي تماما لأنني لست على علم بدخولي وخروج المواطنين من جميع أنهاء العالم سواء كانوا يحملون الجنسية الفرنسية أم لا وغير صحيح أنني أوجه أي نوع من الدعوات هذا غير صحيح تماما ولم يكن من المفترض أن ألتقي بالسيد دوروف لا في نهاية الأسبوع الماضي ولا في الأيام القادمة لم أكن على علم بقدومه إلى فرنسا هذا عمل مستقل من اختصاص القضاء الفرنسي والهيئات المستقلة المعنية وهي التي ستوفر الشفافية فيما يتعلق بهذا الأمر هذا وأفرجت محكمة فرنسية عن مؤسس منصة تيليجرام بافل دوروف بكفالة بعدما أنضى أربعة أيام معتقلا في فرنسا التي فرضت عليه حظر صفر وبانتظار محاكمته المحتملة بتهم ترتبط بالمحتوى المخالف للقانون في تطبيقه للرسائل النصية في تطور سريع ومتلاحق لقضية بافل دوروف مؤسس تيليجرام أعلن المدعي العام الفرنسي أن بافل يخضع للتحقيق الرسمي ولن يسمح له بمغادرة البلاد ووفقا لبيان المدعي الفرنسي فإن بافل يخضع للتحقيق في العديد من الجرائم المشتبه بها المتعلقة بالنشاط الإجرامي على منصة تيليجرام مضيفا أنه يجب بقاؤه في فرنسا مع دفع كفالة بمبلغ تصل لأكثر من خمسة ملايين دولار يأتي ذلك في وقت تتزيد فيه خلافات بين حكومات وشركات تكنولوجيا عملاقة بشأن المحتوى على منصات تواصل اجتماعي واعتبر محامي بافل دروف مؤسس تطبيق تيليجرام أن تحميل مواكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل توجيه اتهامات غير منطقية هذا وقد أرسل القبض على دروف في فرنسا تحضيرا لمدير ورؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة فيما يتعلق بالتعامل مع اتهامات بانتهاك القانون على منصاتها ووفقا لموسكو فقد أوصل ملف بافل العلاقات الفرنسية الروسية إلى مستوى جديد من التراجع حيث اتهمت شخصيات مؤيدة للكريملين واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دروف المولود في روسيا يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه ماكرون أن اعتقال دروف ليس له أي دوافع سياسية مضيفا أنه لم يكن على علم مطلقا بوصول السيد دروف إلى فرنسا حيث أنه إجراء مستقل تماما من جانب النظام القضائي الفرنسي في المقابل قال الكريملين أن القضية القانونية التي تستهدف مؤسسة تطبيق تيليجرام بافل دروف يجب أن لا تتحول إلى اضطهاد سياسي ولتيليجرام نحو مليار مستخدم حول العالم في الصياق قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو ستراقب ما سيحدث في القضية التي تستهدف بافل في غضون ذلك صرح مسؤول بالحكومة الإماراتية أنهم يتواصلون مع السلطات الفرنسية بشأن قضية المواطن الإماراتي بافل دروف أعلنت الأمم المتحدة أن السيول الكارثية ناجمة عن الأمطار وانهيار ثلاثة سدود بمدارية ملحان بمحافظة البحويت اليمنية يوم سلساء الماضي تسببت في وفاة وفقد أكثر من 41 شخصاً مع تواصل عمليات البحث للعثور على مفقودين أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن السيول التي اجتاحت محافظة المحويت اليمنية شمالية اليمن أسفرت عن مصرع وفقدان العشرات وتضرر نحو ألف أسرة الوكالة الأممية ذكرت أن سيولاً كارثية اجتاحت مديرية ملحان بمحافظة المحويت غربي العاصمة صنعاء عقب أمطار وانفجار ثلاثة سدود ثلاثاء الماضي وقالت أن التقييمات المستمرة تشير إلى تضرر ألف وعشرين عائلة ومقتل أربعة وعشرين شخصاً وفقدان سبعة عشر وتهدم أربعين منزلاً كلياً ومائتين وثلاثين منزلاً جزئياً مشيرة إلى أن الطرقات مقطوعة وأن فرق الاستجابة الطارئة تبذل جهوداً كبيرة من أجل الوصول والمساعدة كانت حصيلة سابقة أعلنتها وسائل إعلام يمنية أعلنت الوثور على جثامين ستة عشر شخصاً مع تواصل عمليات البحث عن أكثر من عشرين مفقوداً في ملحان إثر فيضانات عارمة تسببت في انهيارات أرضية وتدمير منازل ومحال تجارية بالإضافة إلى قطع الطرقات وأفدت التقارير اليمنية أن تقطع الطرقات نتيجة السيول أعاق وصول فرق الإنقاذ لساعات عدة فيما طلت الأمطار الغزيرة التي تخطر في غرب البلاد منذ أسبوع محافظة الحديدة أيضاً ومنذ أواخر يوليو الماضي ازداد معدل هطول الأمطار في عدة محافظات مما أدى إلى مصرع نحو 140 شخصاً جراء السيول والسواعق الرعضية المصاحبة وتضرر نحو ربع مليون شخص خاصة ممن يعيشون في مخيمات النزوح وفق إحصائيات حكومية وأممية أعلنت السلطات اليمنية مقتل أربعة أشخاص على الأقل وصابت أكثر من مئة شخص جراء أعصار شانشان الذي مروا حالياً فوق جنوب غرب البلاد وتسببت العاصفة شانشان في تعطيل حركة السفر في الوقت الذي تستكمل فيه مسارها باتجاه شمال الشرق حيث تم تعليق الخدمات في عدد من خطوط السكك الحديدية وتوقفت العديد من خدمة النقل وأغلقت مصانع كما تم قطع الكهرباء عن ربع مليون منزل تقريباً في توكيو تسبب أحد أعنف العاصير التي تشهد اليابان منذ عقود في هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من البلاد وفقدان شخص ومصرع ثلاثة بينما حذرت السلطات من فيضانات وانزلقات أرضية قاتلة وصل الأعصار شانسان إلى كيوشو الجزيرة الرئيسية جنوب اليابان ترافق رياح عاتية تصل سرعتها إلى 250 كم في الساعة مما جعله أقوى عاصفة هذا العام ومن بين الأعنف التي تضرب اليابسة منذ عام 1960 من جهتها حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن خطر وقوع كارثة بسبب الأمطار الغزيرة قد يتزايد بسرعة في غرب اليابان هذا وأعلنت السلطات أعلى مستوى تحذير في بعض الأماكن ونصحت مئات الألاف من الأشخاص بإخلاء منازلهم لكن من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قاموا بذلك وتتشكل العاصير في المنطقة على مقربة من السواحل حيث تشتد بشكل أسرع وتستمر لفترات أطول فوق البر نتيجة تغير المناخ وفق ما أظهرت دراسة صدرت الشهر الماضي وعلى الجانب الآخر علقت مجموعة من الشركات عملها في اليابان وبدورها ألغت الخطوط الجوية اليابانية أكثر من ألف رحلة داخلية وأربع رحلات دولية مما أثر على أكثر من أربعة وأربعين ألف مسافر كذلك أوقفت شركات السكك الحديدية معظم قطارات شينكانسن السريعة بينها كاتا فيكيوشو وطوكيو لافتة أن الخدمات ستعلق في أماكن أخرى أخبار هذه النشرة مشاهدينا انتهت لم يتبقى لنا سوى تسكير بالعباوين شهداء وجرحة في قصف للاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم التاسع والعشرين بعد ثلاثمائة من العدوان الجيش الإسرائيلي ينصحب منطون كرم ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت 48 ساعة خلفت أربعة شهداء ويواصل حصار جنين سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات بجنوب لبنان نشرة ننتهت مشاهدينا دمتم في أمان الله